ترتكز رؤية برنامج الحكومة الجديدة على فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إخفال لأي فئة بما يسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كفا لذلك أولت الدولة اهتماما خاصا للفئات الأولى بالرعاية على غرار الأطفال وكبر السن ودوي الهمم أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية ترتكز عليها رؤية الحكومة ضمن فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة بما يسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة في هذا الإطار أولت الدولة اهتماما خاصا بالأطفال وكبر السن ودوي الهمم وهو منعكس في وجود برامج رئيسية تعمل عليها الحكومة وتشتمل على المسارات اللازمة نحو تمكين ودمج تلك الفئات بالمجتمع فيما يخص حماية ودعم الأطفال تعمل الحكومة على توفير تغذية صحية للأطفال بالمدارس وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية ورفع قيمتها الغذائية بالإضافة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن الأمراض المتعلقة بسوء التغذية والتقزم والسمنة فيما يخص الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال تعمل الحكومة على تقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المدعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم كذلك تول الدولة اهتماماً كبيراً بمبادرة دعم كريم النسب بما يضمن حصولهم على الرعاية المتكاملة فضلاً عن التوسع في آليات مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال وفي مبادرات مكافحة إدمان المخدرات وكما تدعم الدولة أجيال المستقبل لم تغفل برامج الحكومة المسئولية المشتركة تجاه كبار السن حيث تعد حماية وتحسين جودة حياتهم وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها على رأس أجندة أولويات الدولة في هذا الملف قامت الدولة وتقوم بتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة دور رعاية المسنين ودعم مهارات مقدم الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن وهكذا تواصل دولة اهتمامها بالإنسان ودعم حقوقها بدءا من حماية الأطفال مرورا بالشباب والمرأة وصولا لكبار السن في جمهورية جديدة فيها كرامة الإنسان هي الهدف والغاية ترجمة نانسي قنقر